السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت ثلاثين آذار مارس القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة أربعة وخمس دقائق من صباح يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وأربعة دقائق من فجر يوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر الآن بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة ونتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عنا بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حظنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص قارج البلاد وتعتبر هاي الفترة فترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ستة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثير صمت برضو وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لا يعني نوع من أنواع الأفكار السلبية بتسبب لنا خصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التعول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثلاثة وأربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقيل تطلب مننا إن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر بعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكأبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ما لازم إننا نجري لها عمليات جراحية كبرى اليوم إلا إذا كانت اضطرارية ولكن إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي نراجع طبيبنا عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج القاوس خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة 12 و 15 دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد منتصف ليل الاثنين ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 4 و 5 دقائق صباحا لا يستقر القمر بعديها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدف عمره 20 يوم الساعة 9 و دقيقتين مساءً بصير 21 يوم نسبة الإضاءة 73 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة 45 في المية القمر في القاوس حتى يوم 1 أربعة سعيدة الآن بنسبة 15 في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة 40 في المية ساعات المساء منتحس بنسبة 10 في المية عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس الآن بنسبة 40 في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة 50 في المية أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 10 في المية المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 25 في المية المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن بعضكم اليوم يذهب في رحلة أو زيارة مثلا أو يروج لعمل وممكن تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العملية والعاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيد وتنظيم أموركم المالي المشترك اليوم والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع سهرعوا لتهديت الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم التحلو بالليونة والدبلوماسية والتفكير الموضوعي أيضا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم القمر مقابلكم تماما فهذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكنها بضل فترة سلبية وضاغطة طاقتكم ضعيفة ما بينفع فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات لازم تضبط أعصابك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو تنتبغوا لغداءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين أو مع زملائكم وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هذه فترة يعتبر فيها نوع من أنواع النجاح والتميز ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه الأحبة والعائلة وحاول أنك تصحح أخطائك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون ما بينكم وما بين أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أو الأعطال المنزلية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء الشوي فيها بعض العدائية ومتوترة فعليك ضبط النفس وراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جهار بتدعمك الحظوظ وبتكون جريه في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن أنها تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو غرشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة أو دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية هذا اليوم في انفراج وفي تقدم ملموس بعد أيام كان فيها مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية في بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وتريدكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أي أمر لأنها أي فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها حاول إنك تعمل بشكل روتيني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة تتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك أو تحصد بعض الأرباح خلال هذا اليوم بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يهم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدؤوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء